السلام عليكم تابعينا الكرام رمضان كريم والله يتقبل اعمالنا واعمالكن بداية بدي لكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى دايما يوصلكم كل شي جديد انا بنزله من الروح على مصر اول شي بدي عزي شعبي انا واحبابي بمصر وقال لهم العود بسلامتكن وقال الله يرحم الشهداء وقال الله يصبر اهليهم هيدا مش الحادثة التانية او التالتي ولسه الاحداث لحت تكرر وكلها مفهومة بلعب وكلها يتا تحت تدبير وانتوا صرتوا فاهمين الكلام لو كنت انا ما عم بوسع بالشرح كلكن صرتوا فاهمين مين وراء هالمواضيع اللي عم بتصير بمصر الحبيبة وقالك الله يا مصر وانت دائما منصورة باذن واحد احد مصر امنة مصر امنة لح يكون فيه بجوار موضوع سد النهضة لح يكون فيه ضربات قريبة لح نشهدها ولكن لح ينحل جز يعني جزريا موضوع سد النهضة وقريب جدا ولكن لازم يكون فيه بعض المنغصات وبعض الضربات المجاورة لسد النهضة وبقلكن يا شعبي يا مصر يا حبيبي ما تنجروا وراء الطوابير الخامسة فيه عمليات لح تصير بعد اكتر وحنشوف بعد نشوف حرائق اكتر ولحنخسر شخصية كتير مؤثرة وكتير مهمة بمصر وفيه كمان بالنسبة لمصر للأسف يا رب هالتوقع يكون خاطئ ولا يسيب انا برؤية شفت حوادث بالأوتوبيسات وببعض الأنفاق حرائق انتبهوا كتير منيح وما يعني فيه ثورة وفيه ناس عم بتحاول انه تعمل انقلاب ضد الرئيس السيسي انتبهوا كتير يا شعب مصر والله يجعل الأمان والأمن بمصر وفيه بعد عندي توقعات لسوريا سوريا لاح يكون داخلين احنا على مرحلة مهمة جدا ولو فيه بعض الضربات لح نشهد بعض الضربات ولح نشهد نحنا بعض الخسائر من الشخصيات لح يكون النظام هو هو موجود متل ما هو رغم فيه تغيير ببعض الأسماء بالترشيحات وبالانتخابات ولكن النظام باقي على ما هو عليه والاقتصاد لح يكون شوي مزدهر طاق بصيص من الأمل بس مش هلأ يعني أنا قلت لكم من شهر ستة وبتطالع على صعيد سوريا وصعيد لبنان وصعيد العراق الكويت ان شاء الله والسعودية فيه لهم توقعات كتير حلوة انتظروني غدا ان شاء الله بتوقع جديد ورمضان كريم وقالله يتقبل صيامنا وطاعتنا وطاعتكم يا رب وبدي اقول لكل اللي عم بيتابعني على القناة انه يحاول يشترك قد ما بيقدروا ويفعلوا الجرس ويبعطوها لكل اللي عندهم لحتى اللي نحنا نكبر القناة ويكون في عنا نحنا عدد مشتركين يوصلون كل طاقعاتنا لانه فيه طاقعات كتير مهمة بعد للفترة المقبلة لانه مثل ما قلت لكم نحنا داخلين على مرحلة كتير مهمة وشكرا كتير للدعم منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة